فرحة عارم عمت الكثير من البيوت بولاية عين الدفلة بعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسطة والتي كانت في مستوى تطلعات أغلب المترشحين وأوليائهم بعد موسم الاستثنائي بسبب تداعية انتشار وباء كورونا الحمد لله هديت انبونت في البيام وفرحت ولية وإن شاء الله لعقوبها الباك وهذا قعد بفضلي بخوف بينسوق والحمد لله رب يوفقني واللي من يجبون ان شاء الله العام الجاي نتمنى لهم التوفيق قلوا هنا مصرورين بالنتائج لحقها ابنائنا وبناتنا على مستوى الولايات وهي 65.34 أكثر من النسبة الوطنية هنيئا لكل أبنائنا والأسرة التربوية دون نسيان الأولياء الذين رافقوا أبنائهم طوال المصار الدراسي الشروق نيوز رصدت الفرحة بمنزل التلميذة التي تحصلت على المرتبة الأولى ولائيا الكائن ببلدية زدين لم أكن أتوقع أن أتحصل على المرتبة الأولى في ولاية تعين الدفلة فشكرا لله عز وجل أولا ثم إلى عائلتي وجميع أفراد أسرتي الذين وقفوا بجانبي ودعموني فرحتنا هذه البنت اليوم التي كنا هنا ما كنا ننتظره في هذه النتيجة بالرغم التي بدأت في المتوسطة تتحصل على المعدل تحاد دائما دائما 18 فأحثر بهذا البنت هذه أكبر حفادي هي حفيدتي الكبيرة يعني بفضلها تلاقينا اليوم ورانا مجتمعي اليوم وفضلها لزارتنا قاناة شروق الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا لم تثني من عزمة التلاميذ الذين نجحوا في التحدي وحققوا النجاح